فضيلة الإمام الأكبر فأعتقد أنه سبق لنا أن قلنا أن صيغة فاعل هي صيغة اسم الفاعل ومعنى اسم فاعل يعني فيها مثلا كلمة شاكر أو كلمة صابر غافر اسم فاعل بمعنى أن فيها اسم وفيها فاعل وهذه الصيغة تقول أن هذا الاسم فاعل هذا الفاعل ذات وفاعل ذات وفاعل يعني ذات فاعلت هذا الفاعل ده كل ما تفصح عنه صيغة فاعل وتسمى باسم الفاعل يعني لا تقدر تقع عليها اسم لوحدها لأننا عندنا اسم وفاعل وحرف لكن في حاجة اسمها اسم فاعل واسم مفعول اسم الفاعل ده هو يعني ذات فاعلة الفاعل لكن الاثنين في صيغة واحدة وده غير الفاعل ما عليش ما عايز يخلل الحصة أنا نحو بالعكس بما فاهم اللغة العربية مهم مهم جدا ودي حاجة بسيطة ممكن تفهم يعني مش معقدة الهدف هو فاهم معاني هذا وعي وعي لأن هذا الكتاب هو الذي يعني دفع المسلمين دفعا وشجعهم إلى أن ينيروا الغرب في أيام يعني في عهد الظلمات وينيروا الشرق أيضا وفي ثمانين سنة ثمانين سنة كان المسلمون في الأندلس وفي الصين وكان أهل الأندلس يستقبلون المسلمين استقبال الفاتح لأن وجدوا فيهم كما نقول ضوق نجاح في كل الأمور فبعثوا هناك الحضارة وبعثوا كذا وكذا وكذا والآن احنا ننظر القرآن للأسف الشديد حتى أبنائنا حتى الناس اللي هم يعني النخب وكذا وكذا لا ينظرون إلى القرآن النظرة التي يستحقها القرآن ويجب على المسلمين أن ينظروا إليه هو منهج حياة ومنهج حياة طبعا مش مجرد كلمات تحفظ وشوف كما قال الحديث في وصف النبي صلى الله عليه وسلم في وصف وصفه أوصاف كثيرة فمن ضمن أوصافي من تركه من جبار قصبة ونحن العاشين في ذلك ولا طبعا في الفم ماء كثير ولا إنما أنا أعرف سببه سببه أنك أنت عندك الدواء الذي تستهين به وهو الدواء الوحيد في العلة الموجودة نعود إلى إلى الفاعل قلنا شاكر شاكر تدل على أنه يشكر أو أن الله أسند إليه الشكر لكن لما قلنا شاكور هنا بقى تدل على أن هذه الصفة ليست صفة تحدث مرة ويكفي إنما تحدث مرارا تحدث مرارا تفيد الكثرة تفيد الكثرة فإذن هنا ورد في حديث أبي هرينة بصيغة الشكور وأجمعت عليه الأمة فإذن ورد بصيغتين صيغة شاكر ليثبت لله سبحانه وتعالى صفة هي أنه يشكر عبادة وأيضا وردت بصيغة شكور ليفيدنا أن هذا الشكر الذي سبت له في الصفة السابقة ليس يعني وصفا قاصرا على مرة واحدة أو مرتين وإنما هو كثير وطبعا يفهم من آيات أخرى أنه أيضا مستمر وباقي شاهز أفض في التأمل هنا مولانا لكن لماذا لم ترد صفة شكار في القرآن على ربنا سبحانه وتعالى على اعتبار أنه شكار فيها الدايمومة تفيد الاستمرار قد تفيدها أيضا شكور يعني ليس بلازم أن يكون شكار بمعنى دائم ولكن تفيدنا الشكور لأنه برضو يعني الشكر ليس كالغفور الغفور شغال مع الناس كلها حتى العصاة محتاجينه طول الوقت آه يعني محتاجينه وتعامل مع يعني كل الفئات مع كل الفئات ومع معصية دائمة يعني ما فيش حيجي وقت الإنسان يبقى ملك لكن هنا ده مرتبط بمن يشكر ومعلوم أن من لا يشكر موجود طب هنا بقى من يشكر ربنا سبحانه وتعالى بيشكر مين من عباده وبيشكرهم ازاي الشكر اللي هنا يعني النجول مأخوز اللغة مأخوز من ايه الشكر مأخوز من يعني في اللغة يرجع إلى يعني حينما تذكر صفات الممدوح واحد مثلا تذكر صفاته أنه هو مثلا إنسان مهذب مؤدب عالم كذا 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 الصفات دي إذا كانت يعني صفات ذاتية تسميه ثناء ثناء هنا ذكره بالذكر صفاته هذا ثناء لكن حينما تذكر له أفعاله أنه مثلا يطعم المساتين هذا الذكر شكر فالشكر نستطيع أن نقول إنه يعني ذكر الصفات الجميلة أو الصفات الحسنة في المذكور نسني عليه نسني عليه لا الثناء هو بقى ذكر الصفات الزاتية فيه فإذا كنت تذكر صفاته الزاتية فهذا ثناء إذا كنت تذكر صفاتي الفعلية فهذا شكر فوإذن يعني الشكر إذا شكر الله عباده هكذا فهو من صفات الذات أما إذا شكرهم باعتبار أفعالهم وما يقوم به من خير وتراحم وإلى آخر الصفات الحميدة فهذا شكر من الله سبحانه وتعالى لعباد كما نقول في مناسبات العزاء شكر الله سعيكم بالضبط نعم شكر الله سعيكم هنا شكر الله فعلكم فعلكم خضوات السعي خضوات نعم فهذا هو المقصود من شكر الله سبحانه وتعالى لعباد كما ذكرنا مولانا اسم الله الشكور ورد فيه القرآن الكريم أربع مرات في ثلاث منها اقترنا باسم الغفور في الرابعة اقترنا بالحليم كما في سورة التغاب والله شكور حليم ما الحكمة في اقتران اسم الله الشكور بهذين الاسمين الغفور والحليم وحضرتك يعني هناك علم وتخصص في تذيل التذيل الآية يعني كتامها كتامها بس كتامها بما يبرر الأحكام التي صدرت في صدرها في صدر الآية وعجز الآية فهناك علوم يعني تتحدث عن هذه الآية تتضمن كذا وكذا ثم زويلت بوصف كذا وكذا يعزز المعنى بما يعني لازئ اكتشاف المناسبة بين التذيل وبين ما ذويلت له ما سبقها ما سبقها فواضح طبعا شكور حليم أن الشكور يقتضي الحلم يعني لا يعني لا يكون شكورا إلا إذا كان حليما فهذا موجود هناك مثلا برضو أوصف كثيرة يعني يظن كثيرون أنها جاءتها كذا يعني اعتباطا أو لا هناك علم متخصص في اكتشاف التناسق أو التناسب حتى يسمونها مناسبة ما مناسبة ده أيضا ليس مناسبة تذيل الآية بما قبلها بل مناسبة الآية بما قبلها يعني في علم المناسبات كمان علم المناسبات ده هو ربط الآيات كيف يعني لي جاءت الآية دي ما المناسبة أن يأتي لها نحن نتحدث عن مجال معين ثم تجد آية يعني تطير بك إلى مجال آخر ثم إلى مجال السادسة القرآن كل متكامل كل متكامل كل آية مبنية على ما قبلها مبنية لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحددها ضعوا هذه الآية في مكان كذا من سورة كذا وده توقيفي يعني ده تركيب المصحف تركيب المصحف توقيفي يعني لا يصح لأحد أن يأخذ آية ويحطها مع آية يقولك لا والله وحتى الآن لم نقرأ في الذين تفرغوا لكتابات نقد القرآن من قال أن هذه الآية ليست في موضوعها وكان المفروض أن توضع في مكان آخر هذا لم يحدث ولن يحدث طبعا لأنه يعني من حكيم عليم هو ورضو حكيم عليم يعني فيلم يعني الحل الشكر يقتضي الحلم واضح أنه يعني الذي يشكر ده يعني مش ممكن يكون شكور وفي نفس الوقت غضوب أو نفس الوقت يعني كيف يشكر وهو غضبان قليل الحلم قليل الحلم مستحيل ربنا سبحانه وتعالى أيضا أطلق صفة الشكور على بعض العباد نعم ففي سورة سبق قال وقليل من عبادي الشكور نعم وأيضا الرسول عليه الصلاة والسلام قال لسيدة عائشة رضي الله عنها أفلا أكون عبدا شكورا من هو العبد الشكور يا مولانا طبعا العبد هو قليل من عبادي الشكور لأن الشكور هو الذي يؤدي شكر النعمة ونعمة الله سبحانه وتعالى محيطة بالإنسان في كل لحظة من لحظات يومه طول حياته فيعني يصعب جدا من تجده ينتبه ويلتفت إلى هذا المعنى في كل حركاته وسكناته ويشكر الله قليل من عبادي الشكور فهم قليل لأن الإنسان الإنسان كما قلنا مثلا أنه يأكل ويشرب وينام ويهياله أن واجبات الأكل يعني من حقه أو شيئا فشيئا العادة تبدل عنده ملكة التأقذ لمن وضع أمامه هذا أو مهد له هذا الضعام يعتبر النعمة تحصيل حاصل طبعا كانه أو من ألبسه ومن ألبسه ونذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يتبع كل تصرف من هذه التصرفات بالشكر لله والدعاء لله والحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى أول الوقت طبعا طبعا كان إذا مثلا نلبسه يقول الله الحمد لله الذي رزقنيه من غير حول مني ولا قوى اللهم ألبثني من سياب الجنة ثم كان هذا الشكر اللفظي ثم يعمد إلى ثوبه الخلق القديم فيتصدق به نظامه كده فده الشكر العملي قليل اللي هو طبعا على هذا النمط في هذا الآية لكن الناس يشكرون طبعا حين تأتيهم نعمة كبيرة تلفت أنظارهم أو حينما مثلا يقعون في ضائقة ثم تفرج عنهم هذه الضائقة فإذن ليس العبد شكر بالمعنى يعني هو قليل وده واضح معروف يعني حتى معظم المؤمنين كلهم يعني تقريبا ما عدا يعني الناس اللي هما متأقضين للحضور الإلهي معهم في كل حركاتهم وسكناتهم فضيلة الإمام الأكبر الأساد الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف ورئيس مجلس حكماء المسلمين سنواصل الحديث عن اسم الله الشكور في الحلقة المقبلة بإذن الله وأحبائنا الكرام إلى أن نلتقي مجددا مع الإمام الطيب السلام الله عليكم ورحمته وبركاته